مرحبا حياكم الله وسعيد الله جميع وقاتكم بسم الله بجهز معكم عجينة خبز الملة سواء تحطونها في الصينية كاملة وبعدين تزينونها بالتمر وجبن بعد ما تستوي أو تحطونها خبز صغير تحشنها جبن وتمر مباشرة على طوب اللي يناسبكم عندي هنا كوب ونص طحين بر ونص الكوب طحين أبيض كوب ماء تضيفون بالتدريج طبعا نصر ملعقة ملح ونصر ملعقة كركم وملعقة سكر وملعقة خميرة المليانة وملعقة بقنج بودرة صغيرة ملعقتين كبيرة حل بودرة ملعقتين كبيرة زيتون أو زيت عادي جميع المقادير بحطهم في حوض العجان وواجنهم وبخليها ربع ساعة فقط بعدين أحشيها بالتمر وجبن نغمسها ونغط الوجه أو ندهني الوجه بحلي بنبخر ونرش عليها سمسم حبة سودة وشمر ونخليها في الصينية تتخمر مرة ثانية لمدة ربع ساعة يعني ربع ساعة في العجانة وربع ساعة بعد ما نحشيها والدخل من الفرن بعد ما تستوي تسقونها بعسل وسمن أو بده بستمر حسب ما يناسبكم جدا لذيذة وتجربوها شاء الله تعجبكم بألف ساعة سوف أضيف جميع المقادير في حوض العجانة كوب ونص تحين بر ممكن تخلونا كلها بر الأفضل خلطة نص الكوب عبيض ملعقتين حليب بودرة ملعقتين زيت زيتون ملعقة صغيرة بكنج بودر ملعقة كبيرة غير مليانة خميرة فورية ملعقة سكر كبيرة غير مليانة بعض سكركم وملح ونضيف الماء بالتدريج عندي هنا كوب شوفتها محتاجة ماء او محتاجة طحين ترى تقدرون تتحكمون انتم في العجينة تكون العجينة متوسطة نقول بسم الله شايفين قرام العجينة كيف تكون لينة فضل انها تكون لينة كذا طرية الآن بخليها ربع ساعة وابدأ اشتغل عليها ان شاء الله طبعا اللون اضافة اللون كركم حسب اختياركم تبون كركم وتبون راحتكم البر انا دائما احب اضيف معها اينكا كركم قرفة اينكا ما احب اخلي البر سادة كذا شايفين قوامها كيف مرة لينا ربع ساعة ان شاء الله وارجع اشتغل فيها عندي هنا جهزت التمر والجبن اللي بحطه فيها هذه الآن التمر جاهز والجبن الحليب المبخر وهنا السمسم محبة سوداء وشمر والعجينة ربع ساعة ان شاء الله وارجع لها مرحبا رجعنا لكم بعد ربع ساعة تقريبا ممكن تشتغلون فيها على طول يعني تاخذون وتحشون او اذا تبون مقاسات تسير بحدها الافضل وتتكورونها المقاس اللي يترغبون او تاخذون على طول تحطون الحشوة التمر والجبن بس انا فاضل اني اكورها تكون مقاس بتساوي بس انا فاضل توقعنا على الله حط التمر قطعة الجبن بتلمونها على بعض هذا الشكل بعد لو شتون كبيرة ممكن تشيلون منها تغطونها بالحليب المبخر بالسمسم والحب السوداء تحطونها بالصينية بعد ما تخلصون تغطونها بالكوطة تخلونها ربع ساعة بعدين تخبزونها بالفرن وتسبونها بالعسل والسمن او دبس التمر جدا لذيذة هذه من الطبق الشتوية اللي نصلح حسنا فاتت يلا انا بكمل ان شاء الله وارجع لكم بعد ما خلص خلص خلصت حشو الأجينة بالتمر والجبن بجاني هذا الكمية بالصينة ايها ضروري ضروري تغطونها ربع ساعة تتخمر بعدين تدخلونها الفرن الآن بعد ربع ساعة تقريبا تخمرت العجينة خلاص تدخلها فرن مسبوق التشري ما شاء الله تبارك الله طلعت الخبوز من الفرن بعد ما تحمر ما شاء الله شايفين طروت العجينة بحط عليه سمن ودبس ثمر ممكن تحطون عسل بس بألف صح وقافي علينا وعليك انتظر يبرد وحطه في الصينة ان شاء الله وسقه بالعسل او بدبس ثمر مع السمن مندي هنا شوية دبس ثمر مع شوية ثمر خلطه مع بعض صبيت عليه من دبس ثمر ممكن تخلوها بالعسل ممكن تخلوها بالعسل ممكن تخلوها أيضا بدون بس تجربوها مع دبس ثمر جدا لذيذة ما شاء الله تبارك الله بسم الله طعم لذيذ جدا طعم لذيذ جميل بألف صح وقافية علينا وعليكم وكده خلصنا معكم مني خبز الملة بألف صح وعافية علينا وعليكم بألف صح وقافية بألف صح وقافية شكرا